اشتركوا في القناة ده ربما يدل على زواج والزرع الاخضر في الحلم افضل من الزرع الاصفر او اليابس الزرع مع الحصاد خير وطبعا الزرع في المنام ربما عمل صالح او فاسد ده طبعا حسب حالة الرؤية يعني يفسر زي مولتلكم الزرع ده بالزواج او بالحمل الولد او يفسر بالمشروع الناجح ربما يفسر بالانتاج والمتابعة والرعاية طبعا رؤية الزرع والزرعة في المنام اا يعني تعتبر يعني الانسان ده بيزرع خير فهو بيحصد مثله وان شاف ان هو بيزرع شر معناه ان هو يحصد مثله فاذا شاف ان هو بيزرع او بيحصد شيء يعني جيد ربما يشاف ان هو بيحصد قمح او بيحصد نوع من انواع الفاكهة والفاكهة دي كانت جيدة يستبشر خير على طول ويعرف ان ان شاء الله في خير مقبل عليه في الفترة المقبلة ربما يبشروا ان شاء الله باقتراب زواج ربما يبشروا باذن ربنا عز وجل بخطوبة او بمال قريب جدا والزراع في المنام او في الحلم ربما تبشر المرأة الحامل بحمل قريب فاذا كانت مرأة حامل وحلمت بالزرع او بالزرع عمتا تستبشر خير على طول وتعرف ان ان شاء الله في حمل قريب جدا ربما الشاب الاعزاب شاف الزراعة في الحلم يعرف ان شاء الله في زواج قريب جدا فالزرع او الغلة او الزراعة في المنام بتدل على زيادة وفيرة في الدخل والرزق والله اعلم واللي يشوف ان هو بيزرع يعني للصدقة او مشابه يستبشر خير على طول ويعرف ان ان شاء الله في رزق وخير كتير جاي لك في الفترة المقبلة الزرع الاخضر في المنام بيبشر رأي بطول العمر بيوز يادة في البركة وعلى العكس منها الزرع اليابس لان الزرع اليابس او الزرع الاصفر بيدل ربما على الاقتراب الموت او ربما يدل على اشياء غير جيدة في حياة الرأي ربما يحذروا من مشكلات قد يتعرض لها الرأي اللي يشوف في المنام ان هو بيزرع في مكان لا يصلح الزراعة هنا الرؤية بتكون غير جيدة للرأي بتكون رؤية تحذيرية للرأي اذا كان مقبل على مشروع او عمل يحاول ان هو يبدأ عنه لان العمل او الشيء اللي هو مقبل عليه ده غير جيد ربما بتدل على يعني دنوء يعني قرب الاجر ربما تدل على خصمات على مشاكل قد يتعرض لها الرأي تدل رؤية المزرعة على السوق وما فيه من ربح في حسن حال المزرعة في الرؤية ربح وخير وكل سوق يصيب الزراعة في المنام ده بيصيب ما تدل عليه في اليقظة سواء زوجة او ولد او امن او ربح اللي شوف ان هو بيزرع عموما ربما ان هو يأسس شركة او مشروع وهيكون ناجح بإذن الله حسب الزراع اللي انت شفتها في المنام وربما بشرك ان شاء الرحمن الرحيم بزواج او عمل بإذن الله هيكون زواج ناجح وسعيد بإذن الله او عمل هيكون عمل يعني عمل ان شاء الله هيكون منتج لو شفت ان الزراع دي كويسة في المنام يعني رؤية الزراع في البيت بتدل على جماعة الزوجة لقول هي تعالى نساءكم حرثون لكم والتفسير رؤية الزراع في البيت او في البستان بتربية الاولاد اللي شوف ان هو بيزرع في بيته يعني في بيت غيره او في ارض غيره فاما يكون ده دليل عزنا او تربية الاجيال ان كان صاحب دين او اخلاق زراعة البستان الخضرة في الحلم يعني ربما ان الرأي ده هيسن السنة حسن هيقتضي بيها الناس وزراعة الارض البور في الحلم ربما بتدل على جماعة امرأة عقيم اما زراعة في الصحراء دي بتدل على توجيه ولد عق وتعليمه اللي شوف ان هو بيزرع فوق الجبل ربما ان هو يعني هيتجوز امرأة شريفة والزراعة في البحر الغوص في الدنيا والرأي امر بالمعروف انها عن منكر ان كان عنده اهل وان لم يكن فهو يسني وروية زراعة الارض البور في المنام فان زوجته تمنع الحمل احبا في الله ربنا بصركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده رؤية او حلم متعلقة بالزراعة يكتبها الناس في الفيديو دمتم فرحة الله ومن يولي لقاء في فيديو وقال السلام عليكم ورحمة الله